لقد بدأت الشكوك في العالم والحقيقة بالتوالد مبكراً في تاريخ الأفكار الغربية فقد افتتحت فلسفة ديكارت الموجات الشكوكية المتوالية جراء هواسها بهاجسين رئيسين التشكيك في موضوعية العالم وواقع الحياة البشرية وانعدام الثقة بالحواس والعقل وقدر لهذه الهواجس البقاء طويلاً فلم تفارق مخيلة الفلاسفة الحداثيين أبداً منذ ذلك الحين ففي مقابل انشغال الفلسفات القديمة بتحليل طبيعة العالم وكشف أنماط الوعي بالذوات الأخرى وتجلية الأوهام الحسية والنفسية التي تعمل إدراك والتمسك بعالم الحقيقة الخالدة تنفر الفلسفة الحديثة والمعاصرة من هذه الممارسة القديمة وتشكك فيها كما تشك في الحس والإدراكات الذهنية المشتركة فما يكتشفه الفيلسوف في تأملاته الباطنية لا يوصله إلى اليقين لأنه لا يفضي به إلا إلى ملاحظة حركة دائمة للإدراكات الحسية والنشاط الذهني وهذا الانشغال الذي برز بعد اضمحلال المفهوم ما قبل الحداثي للحقيقة أفضى إلى تغير مهم في الأسئلة الفلسفية وفي طبيعة البحث الفلسفي ولذلك ترى هنا أرنت أن أغلب الفلسفة الحديثة هي بالفعل نظرية معرفة وعلم نفس وفي مطالع القرن العشرين تأكدت بصورة هائلة هذه الشكوك والهواجس بتأثير من تأويلات معينة لبعض النتائج العلمية التجريبية ونجد أفضل تعبير عنها في النظرية الفيزيائية الشهيرة ذات الإسم الدال اللا يقين أو الريبة أو اللا تحديد كما قدمها الفيزيائي الألماني فيرنر هيزنبرغ عام 1927 ففي قياسه لسرعة الجسيم ومكانه توصل إلى استحالة أن تجمع بين القياسين في لحظة واحدة فكلما كنت أكثر دقة في معرفة الموضع ضدوت أقل قدرة على معرفة السرعة أي أن فعل الملاحظة يغير الشيء الملاحظ ولم يكن هيزنبرغ أول من يطرح تشكيكات جدية داخل منظومة العلوم الحديثة لكنه نقل الشكوك والمعضلات العلمية إلى مستوى جديد كليا فقد كانت الجدالات تدور حول قوانين الطبيعة وتعقيدها وتعذر تفكيك بعض شفراتها مع الإقرار المسبق والميتافيزيقي بأن الطبيعة قابلة للفهم وأن التعثرات في طريق العلم تنتج عن الضعف البشري لا من الطبيعة نفسها كما فتحت أطروحة هيزنبرغ الباب لبروز تشكيكات جذرية في موضوعية العلم بإثباتها لشضور الذات وتأثيرها في البحث الفيزيائي وهو من أدق الحقول التجريبية انضباطا رياضيا فكيف يكون الحال في العلوم الإنسانية الصاعدة أو غيرها من حقول المعرفة البشرية وقد تجاوز هذا المزاق الشكوكي الحقول العلمية والأكاديمية وانتشر في الواقع العام للثقافة وأثر في اهتزاز الثقة بالعلوم التجريبية ومستوى يقينيتها وهذه الحال أدت ضمن مسببات أخرى إلى ظهور العلموية الجديدة فبسبب تنوع وتعدد وتناقض الخطابات العلمية صرنا اليوم أميل لإيلاء الإيمان بالعلم ومناهضة العلم دلالة تزداد حسما يوما بعد يوم فالعلموية الجديدة تعد ردة فعل متطرفة على تحطم الأقينيات وتزايد الشكوك النسبوية وهي محاولة لاستعادة الثقة الكلاسيكية بالعلم وإمكاناته ثقة القرن الثامن عشر والتاسع عشر برؤاه الطباوية المجنحة مع أن الحركة العلمية الحديثة نفسها هي التي كرست مفهوم نسبية الحقيقة باستبطانها لتصور تقدمي علمي دائم فأضحى كل اكتشاف لضخامة المعارف المجهولة يقود إلى نظرية جديدة ومع تتابع النظريات يترسخ عند المنخرطين في البحث التجريبي الوهم باستدامة التطور والتراكم الذي يعني ولابد إخضاع الحقيقة الحالية لنوع من النسبية وضرورة تجاوزها لحقائق أخرى لاستكمال مسيرة التطور وهيمنة النزعة الشكوكية تفسر أيضاً الاهتمام المفرط بما يسمى لغة الأرقام فالغة القياس الكمي والتجريد والحساب الرياضيات المطبقة على النشاط البشري وعلى العالم الطبيعي الذي يحدث فيه هي التي تسعى الآن إلى حل اللايقينيات الأساسية التي تواجهها الحياة الجمعية وكما يقول ريجيس دوبريه في اللحظة التي يحتفى فيها بنهاية الأيديولوجيات نرى انتصار أكثر الأيديولوجيات شمولاً يقصد نزعة الرقمنة الاقتصادية والحسابية مع قدوم الستينيات من القرن العشرين أزايد حضور الأفكار النسبوية في الأكاديميات الغربية وفي المشهد الثقافي العام وقد أسهم في دفع عجلة هذا التحول انتشار أطروحات اليسار الجديد والنفوذ الذي حظيت به التيارات ما بعد الحداثية التي روجت لاتجاهات عدمية ترفض أي شكل مطلق وكوني للحقيقة واعتبرت أن الحقائق الموضوعية مجرد تشكيلات وتأويلات تمارسها القوى الثقافية والاجتماعية لأنه لا وجود لواقع موضوعي خارج عن الإدراك البشري فالمعرفة تخضع للتحريف والتزييف والانتقاء وإعادة التأويل الواعية واللاواعية لأن الفرد لا يمكنه أن يتحرر من الدين أو الطبقة أو العرق أو نوع الجندر الذي يوجه منظوره الشخصية قبلياً ورأت هذه التيارات الثقافية الجديدة أن الحل يكمن في الاستعاضة عن مفهوم الحقيقة بمفهوم المنظور والموضع فلا يكون الهدف من البحث الوصول إلى الحقيقة الموضوعية لأنه لا وجود لها بل الهدف دراسة آليات وشروط إنتاج المعرفة وفحصها وتفكيك أنظمة الحقيقة لكشف انحيازاتها الجوهرية والمضمرة يرجع السبب في شيوع هذه التصورات واتساع مشروعيتها الشعبية إلى المخاطر الكبرى التي نشأت عن الأيديولوجيات الشمولية الصلبة التي حكمت بعض بلدان أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين وعلى رأسها الشيوعية والفاشية والنازية إذ اعتقد كثيرون أن الخطر الحقيقي الكامل الذي يهدد مستقبل المجتمعات الحديثة وتقدمها يتمثل في اعتناق العقائد الصلبة والمطلقة والكونية التي تسهل الطريق إلى العنف والاحتراب وأن الحل الأمثل هو تكريس نسبوية وتمجيد التعددية وتشجيع التنوع والاختلاف وإعادة الاعتبار للهامشي والمنبوذ وهي الشعارات الثقافية والسياسية الأشهر في العقود الأخيرة وهذا التحول المعرفي أحاط مبدأ الذاتية بهالة من القدسية فقد تزامنت النسبوية الثقافية مع تفاقم المزاج النرجسي والاحتفاء بأصالة الميول الذاتية وباتت السيولة ورخاوة المواقف المعرفية تهيمن على المشهد العام لأن كل شيء يعتمد على وجهة نظرك وشاع الاحتفاء بالرأي بدلاً عن المعرفة وبالمشاعر بدلاً عن الحقائق فالفرد الآن لا يهتم بالالتزامات القيامية التي تقع خارج ذاته بل يجتهد للتحرر من كل تحديد قيمي لا يكون منطلقه الذات ويربط بين أصالة الذات والتحرير من أي توجيه قيمي عام وملزم ولذلك فهو متسامح انتجاه التوجهات المحددة ذاتياً لكنه غير متسامح انتجاه البشر والمؤسسات ذات التوجه القيمي التي تحاول في نظره الاستيلاء على الحق في تحديد قيم الآخرين حتى وإن كانت تحمل شعارات تنويرية ولبرالية والشعار الوحيد المرحب به هو دع كل شخص يفعل ما يريد ولا ينبغ انتقاد قيم الآخرين لأن من حقهم أن يعيشوا أنماط حياتهم كما يهون كما ذلك من حقك أنت أيضاً وتحول خطاب الاختلاف والتعدد إلى مديح الاختيار والاختلاف بحد ذاته فكل الخيارات تثمن لأنها تنجز بكل حرية ولأن الاختيار هو الذي يمنحها قيمة وقد أثرت توالد الكثيف لمصادر الأخبار والمعارف المتنوعة في ترسيخ النسبوية ففي وسط فيضان المعرفة الهادر المتاح للجميع لا تعد الحقيقة أن تكون وجهة نظر شخصية وتعبيراً مضمراً عن أجندات منتجها وفي مقابل تذرر الموضوع وتضخمه وتعقده واهتراء بنيانه الداخلي تصبح الذات الشيء الحقيقي الوحيد الموجود في بيئة غير حقيقية وهذه الحالة العامة من السيولة النسبوية زادت من تعقيد أزمة المعنى فكيف يمكن للفرض اعتناق معنى صلب للحياة والبحث النظري يؤكد تلوث الأسس والغايات الأخلاقية فالتصورات العقائدية الكلية تخفي في أعماقها انحيازات السلطة وتأويلات ورغبات القوى النافذة في التاريخ وفي الواقع بل إن الشكوك تتكاثر حول وجود وثبات الحقيقة نفسها